مرحبا بكم من جديد اليوم عدنا تلخيص يونت 2 مثل ما تعرفون انه انا سويت سلسلة اللي هي تلخيص اليونتات وايضا هي تفيد الخارجي رح اخليكم قائمة تشغيل بصندوق الوصف بيها تلخيص كل اليونتات تمام؟ كل يونت الى فيديو واحد فخلينا نبدأ اول شي رح نبدأ به هو قواعد اليونت 2 شنو هاي القواعد اللي انتم اطلوب منكم تفهموها بهذا اليونت عدنا خمس قواعد اللي هي اولا قاعدة Express your like and dislike التعبير عن الاعجاب وعدم الاعجاب اللي هي هاي صورتها موجودة بكتابكم وايضا احب حيتكم علما انه هاي القواعد كلها اغاني ايضا شرحتها رح خليكم قائمة التشغيل اللي بيها كل الفيديوهات ما شرح قواعد يونت 2 حخلي الرابط مال هاي القائمة بصندوق الوصف ثاني قاعدة Express preference and making suggestion التعبير عن التفضيل وعمل الاقتراح making suggestion عمل اقتراح اللي هي هاي صورتها بكتابكم ثالثا present simple والpast simple المضارع البسيط والماضي البسيط هنا اثنين بسيطات بس واحد مضارع بالوقت الحالي واحد ماضي زين رابعا accept or refuse القبول ورفض الاقتراح اوكي وخامسا والاخير اللي هو ال invitations الدعوات بعضين شنو عدنا القطع الاستيعابية بهذا اليونت عدنا قطع استيعابية اثنين شنو هاي اتمو مثل ما تعرفون انو عدنا باليونت اكثر من قطع تياني ممكن ثلاث قطع موجودة بالتمارين وموجودة بالملون بس احنا شنو ما ناخدهم كله يعني بالوزاري ابد ما يجيبون كلهن شنو اللي يجيبوها بالوزاري اللي هي تيفي كوميدي هاي مهمة موجودة صفحة عشرين بالستيودينت سبوك والقطعة الاستيعابية الثانية هي ما هي هوايتك موجودة صفحة خمسة وعشرين هذاني ش تسووا لهم ذاني شوفون فيديو عليهم ترجمة وايضا اسئلة زيان لانو بالوزاري طالعون اسئلة من بين الاسطر ويجيبوها وغالبا هاي الاسئلة يعيدوها كل سنة يعني واضحة الاسئلة عليها تمام ركزوا عليها اما الانشاء ما لهذا اليونت فهو انشاء اسمه الانفتيشن write an invitation اكتب دعوة موجود بصفحة واحد وعشرين بس هنا ما تستفادوا من هاي الصفحة ايشي مطلوب منكم ان تكونوا حاضين انشاء منكم انتو كاتبي فاني ايضا امساوي انشاء رح خليكم الرابط ماته بصندوق الوصف هسه كمنا القواعد وكمنا القطع الاستيعابية وكمنا الانشاء بقشنوا اهم التمارين فاهم تمارين عدنا تمارين الاي صفحة عشرين جدا مهم اوكي ركزوا على هاي التمارين اقروها اول شي من تبدون تقرون والتمارين الباقية بعد ينعود رجوع عليها بس هي ما تفيدكم ذيش التمارين حتى ولا تجيب الامتحان التمارين الورا هو تمارين الاي بلسن تو صفحة واحد وعشرين وراه هنا عدنا هو مو تمارين هي نقطة اللي موجودة صفحة اثنين وعشرين هاي جدا مهمة اللي هي ديفينيشن تعريف وراه صفحة ثلاثة وعشرين تمارين البي همينا مهم كلمات ونخليها بأذني الفراغات وراه صفحة خمسة وعشرين عدنا تمارين الاي مال قصة لوسي مال تيفي كاميدي هذا مهم صح وخطأ وراه صفحة ستة وعشرين تمارين البي اللي هي واصل همينا على قطعة لوسي وراه تمارين السي صفحة ستة وعشرين كلمات ونخليهم بالفراغات همينا على قطعة لوسي جدا مهمات ذني التمارين ركزوا عليها هواية وراه تمارين البي صفحة ثمانية وعشرين همينا كلمات ونخليها بالفراغات صفحة واحد وثلاثين تمارين البي همينا نفس الشي مهم هذا التمرين صفحة 32 تمرين السي جدا 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 مهم هاينا الكلمات اللي حنخليها بالفراغ من عدنا تحفظوها املاء واني هم يعني من رح انزل فيديو حل اهم التمارين يعني حل هذن التمارين اللي داء اقشرهم ورح اخلي مات الرابط بصندوق الوصف على مون تستفادون اكثر رح افهمكم بي بهذا الفيديو شنو مطلوب تحفظ املاء شنو مطلوب تحفظ املاء شنو مطلوب بس تفتهمه او بس تعرف معنى هيتش يعني وراء صفحة 32 عدنا listen 10 على القطعة الاستيعابية الثانية اللي هي قطعة what's your hobby ما هي هوايتك هاي مثل definitions التعاريف وكلش كلش مهمة وراء عدنا صفحة 33 تمارين البي هذا انو تكتب الماضي ما لهذني الافعال تكتب الباست سمبل ما ذني الافعال مهم هذا كلش واخر تمارين عدنا تمارين السي صفحة 34 عشان القصة ونملي بيها هاي الكلمات المنطين اياها بالمربع يا مو كلش مهمة بس هم مرات يجيبون نقطة منها اوكي فهذا اني التمارين ركزوا عليها واللي هنا نكون خلصنا كل شي لان هو مثل ما تعرفون كل unit رح يجيب مننا سؤال قواعد رح يجيب مننا سؤال قطع استيعابية رح يجيب مننا سؤال على الانشاء والاسئلة الباقية اسئلة الربط الماتش اللي هي كلها تجي من التمارين اوكي بعد شنو الاسئلة ما للمحاكسات اسئلة ما لسبيلينج زيان هاي كلها الباقية الاسئلة تجي من التمارين فهذا تشوفون اش قد مهمة التمارين واللي هنا نكون خلصنا اتمنى تكونوا استفاديتوا وافتهمتوا اللي ارجو منكم انو تخلون لايك للفيديو اذا عجبكم ويتشتركوا بالقناة على مداني هم استمر ان ازلي لكم فيديوهات فيدكم واي سؤال عدكم كتبوا ليها بالتعليقات واني اجاوبكم اشتركوا في القناة